الوفد الأوروبي رح يوصل شو جاي يعمل قولني البوكير والصرير للأسفل جايين 9 شهر عامل اتصالاتك وعندك معلومات عن هذا الموضوع كيف رح يتعامل أنا كتصحافة عندي هلأني هذا خريق جاي بين 9 و 11 شهر أول توصيف له أنا سألت وزير العدل اليوم الجمعة نعم قال لي فيه طلب سابق يعني طالبي من الخارج يطلع ملف الحاكم ريات سلامة وعلى أساسه يعني تم السماح لألون هلأ اللي بيّن أكتر يعني اليوم أنه جاي مجموعة قضاء بيناتهم قاضي تيطلب التلكشف على تحيقات المرفع هلأ بنحكي عنها قاضي فرنسي بدي يشوف تحيقات انفجار المرفع هلأ أول كلام أنه جايين هودل من بره يعني بحالة استباحها للبلد يعني في 25 شخصية بدي يستمعوا لألاء وهيدا بدي يتطلب يعني إذن من النيابة العامة التمييزية أعطت وافأت أم لا ما وافأت هلأ 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 بيشوفوا أول ملف ريات سلامة وقت نحكي عن ملف بتعرفي قال له أنا جاهز لأي استماع وريات سلامة أنه بفضل أي تحقيق خرج من الداخل لأنه بعد نبيع من جونت أنوس وآخرين أنه ما بده يعني اليوم كان فيه تقييم غربي خلنا لك تقييم غربي أنه تحية كانت تحييات كانت عم يعمل لها غسان عوائدات محفظ الغاب والقاضي غسان خوري والقاضي سوندرا أسيس أنه كان فيه إلتاح لعلوم خاصة فيه تبادل وسائل ورسائل بعدين فاتوا بيء بدخل الفات أسياسية اليوم القاضي غسان عوائدات هو كمدة عام تمييز إذا قالوا له شفنا هالملف بدأ نتوسع بدأ نسأل رئيس سلامة أو بدأ نسأل رئيس مدرس إدارة مصر في لبنان أو أي مدير عام سابق أو مفوض سابق بمصر في لبنان بدنوا يهني يعني ياخدوا إذن أو يعطوا الأسئلة للمدة عام التمييز أو أنوا يتناقشوا فيها هون في مشكلة بالبلد صحيح يعني في ناس ما رح يقبلوا يعني أنه فاتنا على مرحلة جديدة بالبلد هو تدويل القضاء نعم بس أنا السؤال هو اليوم مدعي عام التمييز وافق على الطلب الأوروبي أو لا هو وافق أنه يطلوا على الملف ملف الحاكم رئيس سلامة يجيين يطلوا على الملف هني هلأ هون هني فينه يقولوا بدأ يطلع على ملف مثلا الشخص الفلان اللي كان بمصر في لبنان يعني من هلأ محددين 25 شخصية من هلأ هني محددين 25 شخصية يعني صارت معروفة مني وما طبعا ولا ممكن نسميها ليه على هوا منا حلوه هني راح تبين بكرة هني ممكن يعملوا تحيقات بش مخشوفة ويمكن مدعام التمييز ما يسمح لهم يشوفهم لش أنا تكون عمسي إلى ألم بس هني لمن طالبين رؤسة مجالس مصارف مدرع عامين ووزارة مالية يستبقين فيه فيه يعني فيه هذا السؤال تبهت كيف وفيه الموضوع الأساسي أنه المطلوب أنه إطلاع على ملف تحيقات المرفق هون القاضي طارق البيطار عنده صلاحية حصية هو بيعت الإذن نعم مش مدعم التمييز نعم كمان بدنا نشوف شو بيصير شو بديكون موقف إذا بيوافق ما بوافق بيقبل بيعتبر فيه حاجة للتوسع وبالتحقيق يمكن يطلب منهم تعيون هيدا الوافد الأوروبي لما يكون فيه عنده 25 شخصية من بينه بده يطلع على ملفاته ولا بده يحقق معه ما هو بده يطلع على ضوءه بيقول بدي يتوسع بالتحقيق أو بدي يكتفق نعم بس هو عنده معطيات جاية بده يتوسع هون مسؤولية مدعم التمييز بدنا نشوف شو راح إذا راح يوافق على أن يطلع الوافد الأوروبي وأن يقوم بعمله يمكن يقول بس أنتم فيكم نشوفوا هذا الشخص يمكن هوليك ما يقبل وبعدين سيكون فيه أزمة يقولوا لا نحن دم عدم التعاون معنا معلوماتك شو بتقول حوالي ما راح يقبل يعني حييداقوا صعوبات حيقولوا اللبنانيين عطونا الأسئلة هيدا عم بيحكي يعني فيه بالنقاشة اللي عم بيصير لأنه النقاش مضواخة خارج خارج بس نيابة يعني خارج نيابة العام التميزية نعم بدأ البحث بالقوة السياسية يودوا يتحملوا مثلا حزب الله رافض أنه عملية التدويل للقضاء لأنه بكرة بيقولوا بدنا فوت بالعقبية بدنا فوت بكتير قضايا لجاء هلأ بلش يتقضية المرفق هلأ راح يفوتوا بالمرفق نعم يعني راح يصير القضاء المرفق ما هلأ جاي عن المرفق هلأ خلان طيب وبالتالي عم تقول أنه راح يلاقوا صعوبات لأنه ما راح يكون فيه سهولة بالموقف اللبناني بالتعامل معهم أو أستمح له أنه بالتحيئات القاضي طارق البطار كيف سيتصرف مع هذا الموضوع بحسب معلوماتك واتصالاتك أفرداش أنه أبو معروف أنه خصوصا أنه اليوم هاي فرصة يمكن لأله لأنه هو صار له سنة موقف عن أكتر سنة موقف عن الشغل معلقين شغله فقد تكون هذه فرصة أو ثغرة أنه يستطيع من خلال القاضي بيطار أنه يفتح يرجع يفتح التعامل بيين من أداعه أنه ما بيحكي هذا موضوع قلت لك هيدا هون يعني بدنا نشوف أنه هذا الموضوع بتعلق فيه يعني يمكن اللي اللي بدنا نطلع يمكن هو أنه يجب يشوفه الملف يمكن يكون فيه أنه التوسع يطالبه هني بتعاون خاصة ما بدنا ننسى كمان أنه في قوة كمان يعني معارضة طلبت التوسع بالتحقيق طلبت يعني طلبوا يمكن للأمم المتحدة يراجعوا يعني فيه مطالب يعني إذا برجع يعني هون بعتقد كمان في القوة الليبنانية طلبت أو عملة عريضة طلبت للخارج أنه يتوسع التحقيق يعني بكة مثلا فيه فريق رح يدافع عن هذا التحقيق فيه فريق رح يرفضه يعني حنفوت بسجال كبير بوضع أزم كتير سككة